موشي موش أصدقائنا رجعنا لكم بحكاية فوكا القسم الثاني لو ما شفت القسم الأول لازم تشوفوا والرابط بالتعليق المثبت وابل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك واللايك وليتس جو فوكا بعد ما خبرت يو انها رح تكون مغنية وراتطوا معها هي وميكاسا بانها أخذتهم لعند المعلمة وخبرتها أنهم رح يعملوا نادي موسيقي بس لقلة العدد لمعلمة حكت لهم أنه اسمهم مجموعة ومو نادي ولأنه فوكا ما معها المالي الكافي لشراء المعدات مثل الآلات الموسيقية اقترحت عليهم لمعلمة يروحوا بدوام جزئي عند الشاطئ لا يشتغلوا بالعطلة الصفية وهيك يو اتورط بكل شي بلا يراد منه أما ميكاسا فهو بيحب يساعد فوكا وبيوصلوا لمكان العمل وبيتعرفوا على المالك يهاجا لاحظ ميكاسا أنه عنده طبول وبيقوله كان يعزف عليهم زمان بس توقف وبيطلب منهم ما حدا يلمسهم بيناموا لها اليوم وبيبلشوا بالعمل تاني يوم وبيكونوا فوكا وميكاسا محترفين بالعمل لأنه مجتمعيين ومتعودين على الناس وهالحياة بس يو لأنه ما بيحب الناس وبيخاف منهم بيحط يهاجا عنه عليه وبيضل يبهدله كل الوقت وبيطلب منه يعلي صوته لما يحكي مع الزباين وحتى الزباين ما بيحبوا طريق التعامله فبيعود يو حزين لحاله وبيحس أنه لازم يرجع للبيت لأنه مو مناسب للمكان بتشوفه فوكا وبتقوله أنه ما رح تسمح له يرجع أو ييأس وبيحكي لها أنه هو بيخجل من حاله من الناس ولهيك بيتصرف تصرفات خاطئة بالعمل بتقوله يمكن هالشي صح بس أنت أكتر شخص بعرفه بتحاول بحياتك وبتبدل مجهود على كل شي ولهيك بدي إياك تكون معي بالفرقة وخلينا نثبت لها ياهاجي سان أنك بتقدر تعملها بيقبل يو بهالتحدي وبيبتل مجهود عظيم فعلا وبيتغير كتير بالعمل وحتى ياهاجي بيحس على تحسنه وبيفرح من هالتحسن وبيتعب بعد يو من كتر ما استغلوا بهاليوم وبتعتني في فوكا وبينتهي هاليوم على خير بس المفاجأة أنه كويكي جاي مكان قريب عرفت من لتويتر أنه يو موجود بهالمكان ولهيك بدها تقابله بعد ما تخلص تصوير بيسأل يو ميكاسا ليش فوكا بتتصرف معه دائما بالوظافة وبتكون مختلفة بالتعامل معه عن الآخرين وبيقول له مثل ما قلتلك من قبل لأنها موجبة فيك ولهيك انت فكر شو شعورك اتجاهها فبيضل يو يفكر بهالموضوع وبتيجي هي وبتقترح عليه يلعبه بالماء طالما صاروا عند الشاطئ وبياخدها وبيجرها بالدلفين جوا البحار بس بيبتعده كتير عن اليابسة وبتخاف فوكا وبتقلب من الدلفين اللي قاعدين عليه وبتتشنج رجلها فما بتقدر تسباح بذها يو بس بعد ما يكون أنقذها بيكون تشرب مي كتير وبتفكره فوكا مات لأنه أغم عليه ولأنه ما بيكون عم يتنفس وبتبكي لما يفيه وبتقول له انه خافت عليه كتير وبتكون عملت له تنفس استنوعي بس هو بيضل يفكر فيه كل الوقت وبتخلص كويكي العمل وبتقرر يتقابل يو فوكا بتكون خجلانة من اللي صار ويو كمان وبتيجي وبتقول له أنه يخلي الموضوع سر بينهم لأنها هي خجلانة من اللي صار وبيتفق معها على هالشي بس بيحس بالسعادة وبتبعت له كويكي رسالة بأنها فاضية وفيها تشوفه هلأ وبيسعد بهالشي وبيطلع لي قابلها وبتقول له ناس عيدة كتير لما بتشوفه أما فوكا فبتسأل ميكاسا عن مكان يو وبيقولها أنه طلع من شوي وبيحس ميكاسا على فوكا أنه صار شي بينهم وبيسألها فبتخزل وبتروح تدور عليه ولما بيكونوا قاعدين يو وكويكي لحالهم بتسألوا عن الفرقة اللي حكى أنه رح ينضم لها على التويتر فبيقول أنه مع فتا من صفه بتزعل كويكي وبتصير منها مظلتها وبتوقع عليه وبتمسكه وبتكون رح تعتلف له شي بس بهالوقت بتيجي فوكا وبتشوفهم وبتتفاجأ بتعل فوكا وبتروح لأنها شافت الوضع بينهم رومانسي وبيكون رح يلحق فوكا بس بتمسكه كويكي وما بتخلي يروح وبيستغرب لأنها بتكون حاضنة وبعد ما تروح فوكا بتبعد عنه وبتقول له أكيد هالبنت فهمتنا غلط أنه إحنا مجرد أصدقاء صح؟ ولما بيرجع للعمل معها بيحاول يفهم فوكا اللي صار بس ما بتقبل تسمع منه وبيقولها أنهم مجرد أصدقاء فبتقول له أنه لو هيك علاقتكم بس ليش ما خبرتني بهالشي بيقول ما كان معه وقت يخبرها بس هي بتحكي له أنه كان في كتير وقات ممكن تحكي لي فيها وبصرفه تحكي معه كل أيام العمل وبيزعى ليه أنه هيك صار الوضع بينهم وبيقرر يتشجع ويروح يحكي لها اللي صار غصبا عنها وبيعتذر لها فبتتأثر أنه فعلا حاسب غلطه بس بيكمل كلامه وبيجي بالعيد لما يقولها أنه كانت تحكي معه فويكي منحساب مزيف لحتى ما حدا يعرفها وخاف أنه يتصر بحسابها لهيك ما أخبرها هالشي بيزيد غضبها لما تقوله يعني أنا الشخص اللي رح أسر بحسابها وبترجع تزعل منه وتقاطعه وبيحس الكل بتوتر العلاقة بينهم فجأة بتيجي لمعلمة وناتشا اللي بدو يضم فوكا لنات الرياضة وكمان شخص ما بيعرفوه ولما ترجع فوكا تحكي أنه بدهم يكونوا فرقة رائعة مثل فرقة القنافذ بتحكي لمعلمة بتخجر لما تضل تحكي هالشي وبيكتشفوا أنه هالمعلمة هي العازفة من فرقة القنافذ واللي جابته معها عازف تاني وهي قي هو عازف الطبول وبيعدوا مع بعض يشرحوا لهم اللي يصار بفرقتهم وبيعرفوا أنه سبب توقف الفرقة هو أنه المغنية الرئيسية تاما هربت وما عرفوا عنها أي شي ونيكو العازف رح لايبحث عنها واختفى هو كمان وبتطلب منهم فوكا بحماس يعلموهم الموسيقى وهي ويو بيحكي أنهم معجبين كتير فيهم ولما ناتشا يرجع يحكي لفوكا أنه ما كانها عنده بناد الرياضة ومو بناد الموسيقى لأنها أكيد ما رح تمتلك موهبة بهالشي بيوقف يو وبيقوله أنها بتمتلكها فعلا وكتير كمان لأنه غناءها كتير رائع فبتقرر لمعلمة تختبرها بفرقتهم يطلب يا هاقي من يو ياخد قيتار نيكا ويجرب عليه وبيعطيه قاعدة بسيطة يعزف فيها هلأ يطلب ميكا ثم من يو يجي معه وبيسأله لش هو وفوكا متخانئين لهلأ وإذا نفسه يتصالح معها يو بيقوله أنه حياته بدون فوكا مو حلوة وأنه اليوم عم بيكون بطيء وحتى الأكل ما عم بيحس لأبنكها وبيتكون فوكا عم تسمعه لأنه ميكاسا جابهم ليس ألحهم وقال له أنه هي كمان معارفة كيف تصالحك فبيخزل كتير يو أنه سمعت كل هالكلام عنها وهي بتخزل أنه حكى هالأشياء الحلوة وبيروح ميكاسا وبيتركهم لحالهم فبيعتذروا من بعض وبتقوله أنه غبي وبتتشكر أنه دائما بيساندها وبيروحوا ليبلشوا الأداء وبتقوله أنه القيتار بيلبق له فعلا ولما يوقفوا ويشتغل العزف بيرجع لهم الإحساس الجميل اللي كانوا يسمعوا زمان من فرقة القنافذ لما تبلش فوقها تغني الكل بينسحر بجمال صوتها وحتى كويكي والناس اللي على الشاطئ بيجوا ليشاركوا هالحفل اللي يفكروا وبتدى والكل بيحقيها كتير على هالأداء وبتحس بسعادة عامرة لما تشوف الكل بيسجعها ولما ناتشا يحس بجمال صوتها بتورطوا معها لما تعرف إنه كان كمان بيعزف موسيقى من قبل ويحكوا عنهم فرقة القنافذ إنه فعلا فيهم يكونوا فرقة لمجرد وجود فوقها معهم اللي أداها كانت ساحر كفاية لا تدعمهم ويعدوا بعضا فوقا ويو على الشاطئ وبتكون النجوم ساحرة وبتقوله فوقا يعطيها نص شكيطة وبتقرب منه ويكون الجو بينهم ربانس كتير فبيحسوا بالخجال الاثنين خصوصا إنه يو شاف إمكانيات فتاة قوية كتير وناعمة اللي عم يقع بحبها شوي شوي بهايك بنكون وصلنا لنهاية القسم الثاني من هالأنمي برأيكم هال راح تكمل علاقتهم سوا أو راح تفوت كويكي بينهم وتخربها وكتبو لنا بالتعليقات ووصلو هالمقطع لألف وخمسمية لايك لنكمل القسم الثالث بنشوفكم بملخص جديد ولوقتها سايونرا